غير برشة وحدة بدون حكوة لعنة قولي ودعا للبقعة الصعبة والتهون والحرق كذلك والأوسخ المستعسية خليك معي تكشش في استعمالات مدهشة وأفكار أخرى رائعة في الفيديوهات ويلا نبدأ على بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيدي الكرام مرحبا بكم في الحصة جديدة فيديو جديد كنتم تستفيدون منه ما تنسونيك بلايك والبارتاج كنتم منه لكم فرجة ممتعة سنبدأ بسم الله على بركة الله بأول فكرة كما تشفوا معي وهي أننا سنبدأ في تنضيفات دي المطبخ أول فكرة على هذا الحوض هذا باش أنكم تلمعه قبل العيد وتهنوم ديك الدهو اللي كتكون فيه ودوك الأوسخ كاملين دي الشهر الكريم أنكم كتجيبوا هاد المنظف الأسفر يعني را معروف دي جا تقاسبت عكم استعمالات وكترشو عليه غير كترشو وكتمسحوا يعني ما شاء الله كتخلصوا من داك شي بيدون حكوة العناء كيرجع كيش الله هو للصنبور دياله كنتم نفعل الفكرة الأولادة للإعجاب ديلكم دي بغندوزو الفكرة الثانية خليكم معي بقين أفكار متنوعة باش مشوفين غايفيدوكم بإذن الله ولإزالة الحرق كذلك دي الأواني ديلكم قاعد يا الشهر الكريم غير شعليهم ولكن أنا نصيحتي الأواني رشوهم ديروهم فوحد الباني ورشوهم وخليهم حتى تسالي ورجعوا ليهم باش ما تحكوا متاشي حاجة هذا ما أنا رشيتو في الحين ضروري ما غندوزو عليها تدويزة خفيفة لأنني ما خليتوشي تعطل ولكن تما إلا ما بيتوش تحكو كيما قلت لكم جمعو قال أول إيلات حرقة لكم الشهر الكريم فوحد الآنية كبيرة ورشو عليهم وخليهم على الأقل واحد ساعة ومبعد يعني غير مسحو وشلوا يعني را كل شي كيتحيد ما شاء الله كيما كتشفوا معي هاد الآن يعني أنا لم تتعطلتش غير الشيطان مباشرة غادي نبدأ دعبة باش نحيد لها الحرقة هادا ولكن كيما كتليكم أنا نحتاج دباء ناني غندووز عليها نتوما إلا خليتوهم يعني واحد المدة ما كتحتاجوش نهائي يعني كل شي كي يكون ساهل كتحتاجو غير واحد الحلفة اللي ارتباقها ما كتحتاجو لاجيكس لتاشي حاجة كيما تشو معي غادي تدويزة خفيفة يعني بدون مجهود غادي نشللها وتشوفوا معي النتيجة لاحظوا معي دباء بعد ما شلالتها يعني ما شاء الله في تواني مشيتها دقائق بلا مجهود كيرجو الأواني جداد بحلية اللي أخذتهم كتمنى الفكرات فيدكم ما زالين أفكار متعددة بإذن الله خليكم معي للآخر وما تنسونيش بلايك والبارتاش كذلك وتعالي قديركم محافظة كيما كشفوا معي هاد الرؤوسي البوطة يعني كيولي وحالتهم بالآخص يعني في تشار الكريم يعني ما كنتشفوا معي يعني كتجيبوهم ولكن أحسن أفضل طريقة باش نسحكم جمعهم دفاء واحدة وديروا فاحل آني وتر شعليهم وتخليهم وحلي مدة باش ما تحتاجوش نهائيا ديروا معهم تشي مجودة هنا رمغان ديرش مجود أنا مجرد تدويزة خفيفة غيباش يولو تيلمعو لاحظوا معي يعني كيكون ذاك شي ساهل وكير طاب يعني كاتو ما كدو زغير هاكو كي ورجعو كي شالو أما إلا خليتوهم واحد ساعة راش غنقول لكم يعني راها لا داعيقا نهائيا لشي جيكس ولا تشي حاجة كنتمنى فعلان هذه الفكرة تفيدكم تبغان دوزوا نتعرفوا على البديل ديال هاد المنظف للناس اللي عند ام حساسي يوم تقدروش مثلا هورا ما كي اضطر ماتشي حاجة ولكن كان واحد البديل آمينة هو وبلادك شي يعني ضرورية هاد يكون عندكم تقود ديروه غينفعكم بزاف وغتشوفوا استعمالات ديالو الرائعة بالنسبة لهاد المنظف المتعدد الاستعمالات اللي كنديروه منزلي أنا نكندير في واحد كيميا ديال الما بحلاج جوج كاس ديال الما كندير كاس ديال الخل وممكن تديروا نفس الكيميا ديال الخل نفس كيميا ديال الما كندير واحد المعلقة صغيرة ديال السائلية الأواني وكما كاتشوفوا معي هذا المنظف يكون عجيب ومتعدد للإستعمالات في غير الماء والخلق السائلية الأواني لأننا إلا بغيتوا تلمعوا هكا الآلات دي لكم وذلك شي كنت تفوق قطرات من هاد الزيت دي الأطفال تهي كنت تحتى واحد اللمعة لبنسبة للرخامة ولبنسبة لقاء الآلات دي الإيرنوكس اللي عندكم تلاجة البوطة يعني هاد القطرات دي لهاد الزيت هادي كنت تحتى واحد اللمعة خطيرة وواحد الريحة رائعة كنت تمنى فعلا هاد الملمسة والمنظف يكون مؤتمد عندكم لأنه فعلا ما كيدير لها حساسية لاتشي حاجة وكيكون سهل وخيتقاد لكم أي منظف هذا هو البديل يعني هادا راه متعدد للإستعمال هاتا انتم ما تشوفوا الإستعمال دي الأول حاجة كتلمعوا به الرخامة كتنطفوها وكيخلي يعني المطمخ دي لكم رائع ومعقم بريحة الخل الآلات دي لكم مثلا دي اللاماشين دي الأوانيتي هي من أعلى بره وممكن تمسحوها من الداخل يعني دوك البوقع دي اللي يدي اللي سيكونوا دوك الروائح يعني اللي كيكونوا رغمتي يبقى وشو ما شاء الله يعني كتنطفو بيهجا المطبخ دي لكم بالكامل لاحظو معياتها هاد المكان هادا كنمسحو وكتنطفوها هاد المكان هادا كنمسحو ممكن يفيدنا هاد المنظف هادا في كيما كليكم البلاكارات في السيرامي كياني في الجواني بديل يعني الشرم كامل يعني ذاك اللي ديال الاليمينيون قاعدو كل جواني بديل وكان مصحو وحتى الزجاج كي يلمعو كذلك والبوتا قاس هكا كم كتشفو معي الفران الميكروند العجانة يعني اي حاجة اي الى عندكم راه المطبخ ديالكم كيما كتلكم في دقائق يغيو اللي كي يشال اعتمدوا على هاد المنظف هادا وديما حضروه راه غادي سهل عليكم تنظيف اليومي يعني دائما في المسالي توم المورا كل شقا بيكاتر الشوكات مسحو باش تحافظوا على الالت ديالكم ما تقوش تخليهم يعني حتي تحرقوا وحتي صعب تنظيف ديالهم يعني كيما كتلكم نقع لا نقع ما كيخليش قا دابا غادي تشوفوا معي كذلك هاد المنظف هادا فاش غا نستعملوه فعلا راه رائع وشيطة واحد اللمعة خطيرة وما كيخليش هادوك البوقع يبقى بانو من المورا فاش كتنشفوه لكن كنسحكم بحال هاد البوطة هادى ضروري تديروا واحد الفوطة ناشفة في الاخير باش تلمعوها او لبابي بحلاكة يعني باش حصلوا على ديك اللمعة الخطيرة لا هي للحوض ديال المطبخ للصومبور لا تلاجة لا الالات الاخرين يعني اي حاجة مسحوها رشيت ومسحوها باش كتخرجو ليها وتسعتوا واحد اللمعة خطيرة كتبهنا فعلا هاد الفكرة هادى 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 انها سفيدكم دابا غادي ندوزو باش نشوفوا فاش غا يفيدنا كذلك وفاش غا نستخدموه فالمطبخ غا ندوزو الفكرة الموالية وبقين افكار اوخرا خليكم على الى الاخر بالنسبة لها الفكرة هادى انها غادي كذلك يفيدنا كيما كتشفوا معي في اي حاجة ها كافي ها اي انوكس او لا منزاج او لا يعني حتى مل خشب يعني هو ما كيئطرش بالنسبة لها الحافظة دي الخبز يعني تهية كان بقوها كان حلو سدو يعني كيكون في البقع دي للدين وكذلك تتعرض للدهون مع هي كذلكين في المطبخ كانت حكم انا دائما من مورة فاش طيبو كذلك اي حاجة كانت حتى البوطة ضروري ترشو وتمسوها وهي بقى جديدة يعني بقى يلا دوك البوطة يعني بقى النرطبين باش ما تتمحنوش وما تبقى وش تحكو نهائيا غير ترشو وتمسحو بالنسبة لها المنتب هادا استر حكم به دائما نحضروه يكون عندكوا يكون لديكم يعني في المطبخ من مورة كل طيب من مورة وخل شقاء من مورة كل هككة في ذرون يجد عنها ميزوليا وفتيροov دوا يبقى ويكون فوتا دي ما دروها في الماء يكون صخون وغسلوها بسائدة الأواني ودروها في معا厲 وعصروها و في من مورة كل استعمالت الهل شي حاجة مييد ما شي حاجة في هذا الزيت شي حاجة فيها الزبدةة اكا شي حاجة في الفوتا كتجيبو ديك الفوطة اللي كتكون سخونة وكسمسفو داك المكان في الحين يعني كتتخلصو من ديك الدهون ومن وراها كترشو بهذا المنظف وكذلك ما قلت لكم وانا اعطيكم حل فكرة اخرى وهي اللاطات هكاقة اللي كيكون عندكم في شار الكارين كيتتحرقو لكم اولا كتكونوا طيب شوفيهم اي حاجة في الفران هاد الحروق وهاد شلك يكون سعيب ماليكم الا بالملحة مجرد ما كتتساليو من ديك اللاطة وهي بقع سخونة كتتحيدو من ديك الاكل كترشو عبو حجوش مع القضية الملحة وكتجيبو غير واحد طبي هكا ولا يعني كتدوزو عليها كتخرج كتشال بلا حكان وبلا عنا وبلا جيكس وبنسبة الى بردات هاد الانية اولا تعطلتو عليها اولا باتت يعني ما عليكم الا تجيبو المطايب كترطبوها واحد شوية يعني كتدروفها المطايب كتخليوها واحد ل 15 دقيقة ولا 20 دقيقة وبعد كتتحيدو من هادا كل ما وكترشوها بنفس الطريقة بالملح وكتديرو لها نفس العملية يعني هاد العملية كنديروها مباشرة بعد ازالة الاكل من الفرن وهي سخونة اولا الى كانت قاسحة كنرطوها بشوية دي المسخون كنديرو لها نفس العملية يعني بها الطريقة هاد كترجعتها هاد اللاطا ديالكو مكتبقاش للسق كترجع يعني رائعة هاد الفكرة هاد كنديروها حتى المقالي ديال بغرير واي مقالي كانو كيحرقو لكم واي مقالي كتطيبو عليهم مشيغي ديال الفرن يعني اي حاجة كانت محروقات طاجين كل شي كندير لها هاد الفكرة هاد بالملحة كيتنظف بكل سهولة هنا كيكو الفيديو ديال نسالة وكنتمنى فعلا هاد الافكار تكون فاتكم هاد الفكرة كدلك للاخرات تفيدكم بإذن الله وإلى عجبتكم بالحصة ما تنسونيش بلايك تبارتجوها مالاهل والحباب ديالكم باش فايدة سعم وانتدرو الجديد ديالي ولي المزيد من الحيل والافكار اللي تسهل عليكم حيثكم اليومي ووصفة ناجحة مرحبا بكم في القناة شاركوا فعلوا الجرس بجائما توصلوا بكل جديد وإلى حصة قادمة بإذن الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خدي وشكرا للموتى باما السلامة